حجم التهديد الذي تشكله نساء داعش على سوريا والعراق ودول الغرب أيضا يحديثنا عنه من العاصمة العراقية بغداد الدكتور هاشم الهاشمي خبير الجماعات المتشددة دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إذن ما حجم التهديد الذي تشكله النساء المنظمات إلى صفوف داعش في سوريا والعراق الذي يتهالك فيها أو تهالك فيها التنظيم أصلا وأيضا تهديدهن على دول الغرب حقيقة منظومة النساء منظومة خطيرة في تنظيم داعش فلهن وظائف تعتبر وظائف مهمة في الهيكل التنظيمي بل في بعض تلك الوظائف هم عامود فقري خاصة وأن البريد الخاص أو ما يعرف بريد الإمارة وبريد الدواوين غالبا من يحمل هذا النوع من البريد هو النساء وبالتالي من يعطى مثل هكذا مسؤولية فيها أمن ما تسمى الخلافة المزعومة أو الإمارة المزعومة والدواوين التي تساوي الوزارات في التنظيمات الإدارية هذا معناها أنهم يسلمون أمرهم وأمنهم لمثل هذه النسوة وبالتالي هن لديهم عقائد وإيمان بهذه الأفكار المتطرفة أيضا كثير من نساء داعش خاصة من جنسيات أوروبية وجنسيات في مناطق شمال أفريقيا حينما ألقي القبض عليهم اعترفنا بدون خجل أنهم كنا يحملنا السلاح القناص وأيضا يساعدنا في عمليات لوجستية منها نقل السلاح أيضا منها تجهيز بعض العبوات وأيضا مساعدة الرجال بأشياء تخص العمل العسكري المباشر أيضا لو راجعنا إلى منظومة الإعلام أعلام الأنصار الذي يدار في تويتر في التليجرام في مناطق ومنصات أخرى أعلامية نجد أن غالبهم من النسوة بحسب القوام التي كشفت أخيرا أن أكثر من ثمانين بالمئة من أنصار حسابات تويتر لتنظيم داعش يتبع للنسوة إذن هنا يصنعنا الغواية الإعلامية أيضا هنا يقومنا بعمليات نقل الأموال وأيضا هنا يقومنا بنقل الرجال إلى المضافات أيضا يتم استخدامهن للوصول من منطقة إلى أخرى حينما يكوننا بصحبة الرجال مع أطفالهن من 1400 أمرة الآن محتجزات لدى بغداد من جنسيات غير عربية من 14 جنسية أوروبية حينما تم عزلهن في معسكرات العزل تبين أن كثير من هذه النساء ليس مغرر بهن ولم يأتن للبحث عن متعة الجنس أو متعة الحصول على المال بل جئنا بعقائد وهن غير مكرهات ولم يكن هناك سبب إلى خداعهن بعض القصص التي ربما تكون حقيقية أنه تم خدعهن ونقلهن إلى أرض العراق وسوريا نعم لكن هذه القصص هي النادرة والقصص الحقيقية أن كثير من هذه النسوة جئن برغبة منهن وقناعة وإيمان بالتالي التقرير الهولندي أنا أتفق معها تماما خاصة أن الواحدة من هذه النساء أصبحت لديها تجربة في التجنيد تجربة في جمع المال تجربة في جذب الرجال كأهداف لاستغلالهم بطريقة ما أو حتى خطفهم أو قتلهم هذه ملفات ينبغي الانتباه إليها وخاصة النسوة دون الثلاثين سنة دكتور النقص المتزايد الآن في صفوف تنظيم داعش بين المقاتلين سواء من ناحية تجنيد مقاتلين جدد أو من ناحية سقوط أعداد كبيرة من القتلى نتيجة الحرب على داعش في سوريا والعراق هذا الموضوع إلى أي حد يعطي دور أكبر للمرأة الآن داخل صفوف تنظيم داعش لتعويض النقص طبعا الحاصل في أعداد الرجال حقيقة النساء ضمن هذا التنظيم سواء كانوا بكتيبة الخنساء لما تعرف بالحسبة أو بالكتائب الخاصة في عمليات الإعلام المالية أو الدواوين الأخرى التي تتعلق بشبكات الناقل والتجنيد أظن أخطر من الرجال كون أن القوانين والأمن غالبا ما يتعاطف مع نساء داعش تحت عنوين ليست حقيقية أنهن مغرر بهن أو أنهن مكرهات أو بحسب طبيعة الدول العربية والإسلامية أنها تحتاط كثيرا من القبض على النساء حتى لو كنا ضمن هذه المنظومة وغالب ما يتم العفو عنهن على اعتبار أن هذه النساء جاء بهن لأجل المتعة الجنسية أو حتى من أجل المال لكن خطورة هذه المرأة التي أصبحت لديها تجارب وخبرات وعقيدة خطورة هذه النساء ممكن أن يقوم بأعمال متوحشة كثير في العراق وسوريا من نفذ عمليات انتحارية هو النساء بأحزي مناسفها وحتى بعجلات مفقخة أيضا هذه النساء إذا ذهبنا إلى أوروبا وكنا من جنسيات أوروبية ممكن لهذه النساء أن يصنعنا خلايا لا يقلنا خطرا عن خلايا الذئاب المنفردة في أوروبا الدكتور هشام بحسب تقارير دولية خلال شهر مايو آيار الماضي فقط عادت 45 إرهابية من داعش إلى هولندا كما قتلت 45 أخريات في حين ما تزار هناك 190 إرهابية في الشرق الأوسط ماذا تشكل هذه الأرقام بالنسبة للتنظيم وتأثير إرهاب على الدول؟ حقيقة نعم بحسب الوثاقة التي عتر عليها في معارك الموصل القديمة ومعارك البعاج هناك أكثر من 3000 أمرأة ليس من سوريا ولسنا من العراق بالتالي إذا رجعنا إلى تلك البلدان هذه النساء يستطعنا أن يقوم بعمليات تأسيس خلايا تأثير على الرجال وهذا أمر خطير لا تكتفي سلطات الأمنية فقط في المراقبة ينبغي عزلهن ثم عرضهن على أطباء نفسيين وأيضا مباحثات في المراجعة الدينية متى ما تم التأكد أن هؤلاء تم رفع ما فيهم من شوائب ومخلفات الفكر المتوحش الداعشي عند ذلك ممكن أن يجرى عليهم القانون المناسب في العفو عنهم أو حتى عزلهم ضمن أحكام خفيفة حدثنا من العاصمة العراقية بغداد الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر